سلام الله عليكم مشاهدين وهلا بكم لمعرض لأهم ما تدولته الصحف الوطنية والدولية لنهار اليوم العقاب يصرح الرئيس تبهون سيحقق مكاسبا جديدة لقطاع الإعلام كان هذا عنوانا بالبنط العريض على الصفحة الأولى من يومية الحياة حيث قال وزير والي الاتصال محمد العقاب إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبهون يواصل عمله بكل جهد لتحقيق مكاسب جديدة لقطاع الإعلام على غرار المدينة الإعلامية وأوضح الوزير أمس خلال إشرافه على افتتاح ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال أن وزارة الاتصال استكملت كل إصلاحات الرئيس تبهون في قطاع الإعلام كان آخرها المصادقة على قانون صحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون نشاط السمعي البصري في انتظار تنصيب سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة في الأيام القليلة القادمة في نفس الموضوع تطرقت جريدة المجاهد ناطقة باللغة الفرنسية إلى تثمين وزير الاتصال محمد العقاب للدور الكبير الذي يؤديه رجال الإعلام في إصال المعلومة بكل صدق وهمهنية حيث وشاد بالصحفيين الجزائريين الذين يعتبرون من طلائع الصحفيين في الإعلام أو في العالم في التضحية وتحرير الوطن كاشفا في سياق ذاته عن إزداء شهادتين تقدريتين الأولى تخص المؤسسات الإعلامية المتمثلة في الريادة الإعلامية وثانية أطلق عليها تسمية التمييز الإعلامي وتخص الإعلاميين والصحفيين وذكر وزير الاتصال أنه تم تنظيم الندوة الفكرية حول الإعلام وتحديات الراهنة تزامنا مع التحولات الجيوسياسية في العالم وما يحدث في فلسطين لا سيما في غزة وازدواجية المعايير لدى الإعلام الغربي وتعامله غير المهني وغير الأخلاقي في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والظفة تطرقت يومية الاقتصادية الأولى إلى آفاق اقتصادية وتنموية كبيرة بجنوب الوطن وعنونت الرئيس تبون يعلن من تندوف عن مشاريع ذات بعد استراتيجية حيث وقف رئيس الجمهوري عبد المجد تبون على وطيرة التنمية بجنوب غرب الوطن خلال زيارة التفقدية التي أشرف عليها نهاية الأسبوع الماضي بتندوف كما خص رئيس باستقبال شعبي حاشد من قبل أعيان ومواطنين أقول نظير حرصه على تعزيز مكانة تندوف كولاية محورية وخلال الزيارة وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارج بلاد مؤكدا على أهمية إنجاز مدينة منجمية حول منجم غارج بلاد بالإضافة إلى حجر الأساس لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية بشارة تندوف غارج بلاد على مسافة تسعمائة وخمسين كيلومترا معلنا عن تسجيل برنامج تكملي للولاية خلال الزيارة المرتقبة للوزير الأول نذير العرباوي قبل نهاية الشهر الجاري عادت يومية الإكسبريسيون إلى تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2023 وعنونت مجلس المحاسبة يؤكد حقائقه حيث تطرق مجلس المحاسبة بإسهاب لبرنامج إعادة هيكلة وتطوير ضبط سوق شعبة اللحوم الحمراء بين سنتين 2010 و2022 وذلك من خلال إنشاء مؤسسة جديدة مسمات الجزائرية للحوم الحمراء وتدعم القدرة المالية عن طريق التطهير المالي لأربعة فروع كما تم وضع مخطط استثمار من أجل إعادة الاعتبار وإعادة التأهيل لبعض الهيكل الموجودة وكذا إنجاز ثلاث مركبات جهوية للحوم الحمراء وقد أثبتت تحرية مجلس المحاسبة أن مخطط الاستثمار قد تحقق إلى نهاية سنة 2022 بنسبة تقارب الكلية إلى أن برنامج ضبط السوق وتكثيف الرقابة الصحية لم يتحقق وتأخر برنامج الاستثمار من سنة 2014 إلى سنة 2022 مع ارتفاع تكلفته كما أن نتائج تطوير قدرات الانتاج ومعالجة وتوزيع اللحوم الحمراء للشركة الجديدة تبقى بعيدة عن التقديرات التي جاءت في مخطط الأعمال تطرقت مشاهدين يومية الخبر إلى دخول العدوان يومه الثامن والخمسين وأكثر من خمسة عشر ألف شهيد في قطاع غزة وعنونت العالم شاهد على إبادة غزة حيث يدخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه الثامن والخمسين تواليا حيث تسارعت وتيرة الغارات التي تستهدف المجمعات السكنية والمستشفيات والمساجد التي تواصل آلة الإجرام الصهيونية في ارتكاب إبادة جماعية على مرأة كل العالم إذ بلغ عدد الضحايا أكثر من خمسة عشر ألف شهيد معظمه من الأطفال والنساء وكبار السن بينما تواصل فصائل المقاومة في الاشتباك مع القوات المتوغلة في مناطق متعددة من القطاع مع توجيه صواريخ إلى المستوطنات أبرزها تل أبيب في نفس الموضوع كتبت يومية الوطن وعنونت غزة تحت طوفان القنابل حيث واصلت قوة الاحتلال الإسرائيلي أمس عدوانها الهمجية على قطاع غزة وتكثفت الغارات الجوية شمالا وجنوب القطاع في اليوم الثاني لاستئناف العمال العيدائية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي استمرت أسبوعا والتي سمحت بتبادل الأسر بين المقاومة الفلسطينية وحكومة نتنياهو وقد تم استهداف أكثر من أربعمائة موقع والتي تبلغ مساحتها ثلاثمائة وستين كيلو مترا مربعا بمئات الصواريخ والقذائف التي أطلقها جيشه والاحتلال الصهيونية وبالتالي فإن حكومة نتنياهو تسخر من العالم أجمع عندما قررت استئناف قصف غزة في وقت تتزايد الدعوات إلى وقف دائم لإطلاق النارة في شانية الدولية ارتكز اهتمام يومية الشرق الأوسط حول الأوضاع في غزة الأخيرة وعنونت إسرائيل تتمسك بمنطقة عازلة في غزة حيث يريد الكيان الإسرائيلي إقامة منطقة عازلة لكن لم يتضح عمقها بعد وقالت مصادر صهيونية إنه يجري إعداد خطة تفصيلية لإقامة منطقة عازلة بعد تدمير حماس ونزع السلاح من غزة وأكد مسؤولون أنه ليس واضحا عمق المنطقة العازلة التي يخطط المحتل لإقامتها في القطاع وأنها قد تصل إلى كيلومتر أو كيلومترين أو مئات الأمطار قول داخل غزة وأكدت المصادر أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين بالمنطقة العازلة وبأن المحتل الإسرائيلي سيسيطر أمنيا على قطاع غزة بعد الحرب بيوم ياتي الشرق الأوسط نصل إلى نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن الإسرائي والمتابعة شكرا على حسن الإسرائي والمتابعة